السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم النهاردة عن مدينة اطلانتس هي ايضا مدينة اسطورية غرقة في ذكريات كتاب الفيلسوف اليوناني افلاطون اللي بنعرفه عن المدينة دي من حيث الموقع افلاطون قال ان اطلانتس تقع في المحيد الاطلسي غرب جبل طاري التاريخ بتاعها قيل ان اطلانتس غرقت قبل 9000 عام من زمن افلاطون اي حوالي 11000 عام قبل الميلاد حضارتها وصفها افلاطون ان اطلانتس حضارة متقدمة للغاية زي تقوى عسكرية هائلة وتكنولوجيا متطورة سبب غرقها ان افلاطون اللي قالوا ان هي كان بسبب كارثة طبيعية زي بسبب الزلازل وطوصنامي وايضا الاطلانتس دي كانت فعلا مدينة حقيقية ولا اسطورة مفيش دليل قاطع على وجود مدينة اطلانتس حيث بحث العلماء الاصار على المدينة في المحيط الاطلسي لكن لم يحصروا على اي اثر ولها ايضا واعتقد بعض العلماء ان اطلانتس هي مجرد اسطورة بينما يعتقد البعض الاخر ان هناك قد تكون مستوحى من حضارة حقيقية غرقت بالفعل هناك ايضا بعض النظريات عن مدينة اطلانتس بيعتقد ايضا العلماء ان هي قد تكون موجودة في جزيرة توبروس وفيه برضو البعض الاخر بيعتقد ان مدينة اطلانتس موجودة في جزيرة السنتوريني اليونانية اللي تعرضت لبركان هائل في القرن السادس عشر قبل الميلاد ويعتقد ايضا بعض العلماء ان مدينة اطلانتس قد تكون موجودة في جزيرة كريت اليونانية اما من ناحية الثقافة الشعبية لمدينة اطلانتس فالهمت قصة اطلانتس العديد من الاعمال الفنية والادبية ولا يزال قصة اطلانتس لغز غامض يصير اهتمام الكثير واستمر البحث عن المدينة المفقودة ولا تزال النظريات حول موقعها وتاريخها تطرح حتى يومنا هذا هو ليه تم بناء مدينة اطلانتس حسب ما ورد في كتاب افلاطون ما فيه سبب محدد اللي كان سبب في بناء مدينة اطلانتس ولكن هناك بعض النظريات بتقول ان هي كانت قاعدة عسكرية فيعتقد بعض العلماء ان اطلانتس بنيت كقاعدة عسكرية للتوسع والسيطرة على المناطق المجاورة وفيه نظرية تانية بتقول ان هي كانت مركز تجاري يعتقد البعض الاخر ان اطلانتس بنيت كمركز تجالي للربط بين الحضارات المختلفة وايضا كانت اطلانتس مركز ثقافي فيعتقد البعض انها مركز ثقافي لنشر العلوم والمعرفة وهناك ايضا نظريات اخرى تقول ان اطلانتس كانت حضارة متقدمة للغاية فيعتقد بعض العلماء ان اطلانتس موتن للتكنولوجيا المتقدمة زي الطائرات والليزر وكانت اطلانتس ايضا ضحية كارثة طبيعية يعتقد البعض الاخر ان اطلانتس غرقت بسبب زلازل وتسنامي اطلانتس ايضا كانت قصة رمزية فيعتقد البعض ان قصة اطلانتس هي قصة رمزية تحكي عن صراع بين الخير والشر ويرجع ايضا زمن بناء اطلانتس الى العصر الحجري الحديث فيعتقد بعض العلماء ان اطلانتس بنيت خلال العصر الحجري بين عام خمس تلاف وعشر تلاف قبل الميلاد وايضا هناك من يعتقد ان تم بنائها في العصر البرونزي بنيت خلال عام تلت تلاف و الف ومائتين قبل الميلاد هي مساحة اطلانتس دي قد ايه في بعض النظريات بتقول ان اطلانتس دي كانت بحجم قرة ففي بعض العلماء بيقولوا ان اطلانتس كانت بحجم قرة ولكن قرة صغيرة زي مثلا استراليا فكانت اطلانتس برضو في البعض بيقول ان هي كانت بحجم جزيرة فيعتقد البعض الاخر ان اطلانتس كانت بحجم جزيرة كبيرة زي جزيرة كريت وايضا في 1 ابريل عام 2010 ظهرت معلومات عربية بتشير ان مساحة اطلانتس بتبلغ 3.7 كم مربع لكن المعلومات دي ما كانتش دقيقة وتم ازالتها وفي 1 ابريل عام 2020 ظهر معلومات بتقول ان عدد سكان اطلانتس 2142 نسمة لكن المعلومات دي ما كانتش غير دقيقة وتم ازالتها وده كان موضوعنا النهاردة وشكرا لكم والى اللقاء